التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير خاصة محطة طحية مصر متعددة الأغراض التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع كما اطلع رئيس السيسي على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لجهود تطوير الاقتصاد المصري قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الاستراتيجية الصاروخية بدأت تدريبات مقررة تشتمل على أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات وأضافت في بيان أنه شارك في التدريبات أكثر من 3000 عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه خطير وفي تصريحات صحفية قال بايدن إن الإعلان مثير للقلق كان بوتين قد أعلن أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ونددت واشنطن بالإعلان الروسي أعلنت القوات الروسية أنها ما زالت تتقدم في مدينة بخمط المحتدم النزاعي عليها بشرق أوكرانيا لكن المخابرات البريطانية تقول إن كتيبة دبابات روسية منيت بخسائر فادحة في بلدة أفديافكا القريبة وأضاف مسؤول روسي أن جزءا كبيرا من القوات الأوكرانية أكبر على الانسحاب من مصنع أعظم للمعادني على الجانب الغربي من نهر بخمطكا ومن جانبها قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن موسكو وصلت شن هجماتها في بخمط لكن القوات الأوكرانية صامدة بقوة وتطحر الهجمات اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله واخترح مزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي برورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خيارا يسمح للحكومات بإيقاف مصدر الغاز من روسيا وبيلاروسيا مؤقتا من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ويعد الاقتراح جزءا من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي ورياضيا تأهل منتخب تونس إلى نهايات كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مضيفه منتخب ليبيا بهضف النظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي في إطار الجولة الرابعة للمجموعة العشرة من التصفيات الفوز رافع رصيد تونس إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد الرسيد ليبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وبفارق ست نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني بينما يتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بنقطة واحدة ترجمة نانسي قنقر